في كتير ناس بيسألوني طيب انتي ليش هلقا تحتمي بقضية الدفاع عن حق المسليين ومحاركة الهوغفروبيا انت مانيك مسليش ودخلك ليش بدك تخوض المعارك ما بتعنيك بشكل مباشر جوابي دايما بهوغل كل معركة ضد الظلم بتعنيني ولازم تعنينا كلنا بشكل مباشر اذا كل واحد منا بده يحارب بس كلمة للقضايا اللي بتفيده لقيه كنا منكون فعلا ببشر بحال يرسله نحن مسئوليتنا كجلس بشري انه نوقف حد كل شخص عم يتعرض للتمييز والظلم واللقصاء والنهانة وللتعسيب كمان بسبب ميوله بس ياللي ما بتتوافق مع ميوله الاكترية وبسبب حياته الشخصية ياللي ان المفروض ما تكون بتاعني حدا غيره لا الدولة ولا طي والأمن ولا جيل الدين ولا الجيران ولا الزمنة ولا الأهل ولا القرأة هذا الموقف لا مبطولة ولا شجاعة ولا شيء استثنائي اللي يزي منهني حال العلم هذا الحد الأدنى المطلوب من كل واحد منا تنستحق فعلا صفة إنسان لما جمعيت براود طلبت مني بشخص رئيسة بارتو معكسوا إنه انضام لمجلسة الاستشارة كنت كتير سعيدة وفخورة لأنه هيك يمكن صرت قدر وصل صوتي بهالموضوع لأشخاص عم بيعانوا بصمت لحتى حسسهم إنه منهم لوحدهم وإنه حتى لو هن مش قادرين يحكوا في أنا وغير أكثر قادرين يوصلوا الوجع عمانوا نحنا بحاجة نسر إنه نوصل لوقت ما نعود نفكر فيه بمثلة ومثلية بمثلة ومشتهلة الغير بمسيحة ومسلم بأجنبة وعربي بمؤمن وملحد بمرة ورجال إلى أخيه نحنا فعلا بحاجة نسر إنه نبطل نطلع بالناس كأتيكاتات وعلمين إذا بدنا إنه هالعالم يعيشين فيه مينهار كلياً وإنه نترك الحياة الشخصية لأصحابه وإنه نحترمها بمعزل عن موقفنا منا وإنه ندري بحالنا ما نستخدم ألفاظ جارحة مثل شاز ولوطة وطبشة وأند وإلى الله ونالك من أوصاف بتهين برأي الشخص يستخدمه وإنه نقدر أخيراً وليس آخراً شجاعة كل شخص مختلف عم بعيش اختلافه بمجتمع بتصوت فيه ثقافة الوطية ومناخ الترهيب بتمنى من كل قلبي نوصل لوقت ما نعود فيه بحاجة لدعم جمعيات مثل جمعية براود ولا لإيفانت مثل هيدا الإيفانت اللي نحن فيه هلا ولا لما نلاقي أشياء الموضيع ولا ندافع ونشارع وندعم بتمنى نوصل لوقت تكون فيها الأمور صارت من البديليات والمسلمات بس من هلا لما نوصل لهذه المرحلة بعد هالجمعيات وتحديداً براود بحاجة كثير لدعمكم المادة والمعنوي وبعد فيه شغل كثير لازم ينعمل والشغل في الدرجة الأولى اللي لازم نعمله هو على حاله خليك الواحد مننا يفحص ضميع هو يسأل حاله مجموعة أسئله مثل بيشو هالشخص يلي ميوله مختلفة عن ميوله عم يأزيني وأنا هون بدي أقول لكم أنا ضد استخدام كلمة قرار أنا بالنسبة لقلي هيدا ظنه قرار هيدا ميل طبيعي عند الإنسان مش بيقرر الواحد أنه بده يكون مثلي أو بده يكون مشتغلاً غيره ثاني سؤال مين أعطاني الحق أني أحكم علي؟ ثاني سؤال شو بيكم إحساسي؟ لو حدت حالي محله لحظة لما الناس بيتطلعوا فيه بالورغ أو بيتمسخروا أو بيهنونهم بسبب طبيعة ما قررتوا أصلاً أصلاً أخصم فيها كلمة أخيرة لكل نسل ومسلية هون وبالبنان وبالعالم العربي تجرقوا تفخروا بحالكم بوش كل شيء سحقكم تجرقوا تحبوا حالكم بوش كل حدا بيكرهكم وتالتاً وأولاً تجرقوا تكونوا حالكم بوش العتمة لأنه أنتوا حب والحب بيستحق الضوء شكراً